موسيقى السلام عليكم مشاهدين الاقتصادية المفصلة مستهلة كعادتها بأبرز العنوين موسيقى بين التسوية والمقايدة الغاز المصري مقابل الوظائف الأردنية موسيقى التقنيات الحديثة في إنتاج النفط تحول أمريكا من أكبر مستورد إلى أكبر مصدر موسيقى أسواق الملابس المستعملة تغزو المدن الباكستانية مع تراجع القدرة الشرائية موسيقى أهلا بكم العمالة مقابل الغاز عنوان تسوية جديدة بين عمان والقاهرة فقد أعلنت مصر على لسان رئيسي وزرائها أنها ملتزمة بتزويد الأردن بمائتين وخمسين مليون قدم مكعب من الغاز يوميا بناء على الاتفاقات السابقة في حين أعلن الأردن أعطاء مهلة مهلة ستين يوما للعمالة المصرية لتسويب أوضاعها التفاصيل في تقرير من عمال مرسلنا معتز القيسية رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في الأردن زيارة لنزع فتيل اقتصادي فمنذ قيام الثورة المصرية خمس عشرة مرة استهدفت تفجير خط الأنابيب المصري المزود للأردن وإسرائيل بالغاز ما ألحق ضررا تراكميا بالأردن قدر بنحو خمسة مليارات دولار أمريكي فالعقد المبرم مع الجانب المصري عام 2004 ينص على تزويد الأردن بمائتين وخمسين مليون قدم من مكعب من الغاز يوميا لكن ما كان يصل إلى الأردن لم يكن يتجاوز ستين مليونا بالتأكيد ليس هناك أزمة سياسية بالتأكيد وما يضب بين الدولتين أكبر بكثير من أي مشكلة والمشاكل بتحل بالتفاهم والتواصل والحوار وهذا أحد من ضمن الأشياء التي فعلناها خلال هذا اليوم بحثنا على موضوعات كثيرة بالنسبة لمذكرات التفاهم وهذا ما دفع قنديل لزيارة الأردن وإعلان الالتزام بالقرار المبرمي بين الجانبين وبحسب مراقبين هو لعب الأردن بورقة العمالة المصرية للضغط على الجانب المصري حيث أشارت تقارير إلى نية الحكومة الأردنية طرد العمالة المصرية غير المرخصة والمقدر عددها بنحو 300 ألف شخص لعبة نجحت بتمرير الغاز ووافق الأردن على أن يتم الإعلان عن فترة تصويب لأوضاع العمالة المصرية لمدة 60 يوما أعداد الأخوة الموجودين الوافدين في المملكة أعداد كبيرة جدا استطعنا من خلال الحوار أن نحمل الخزينة الأردنية مبالغ هائلة الحقيقة في عدم استفاء رسوم تصاريح العمل لعدد كبير من الوافدين المخالفين لقوانين العمالة في الأردن أزمة فرجت لكنها ستظل أزمة بالنسبة للجانب الأردني الذي يستورد نحو 98% من طاقته من دول الجوار بتكلفة تجاوزت 25% من ناتجه المحلي هي أزمة وقودها الغاز والعمالة كادت أن تنفجر لكن حتى الآن كل شيء تحت السيطرة فالسياسة الاقتصادية تقول ساعدني كي أساعدك فاللعب بالغاز قد يحرق يدك بالعمالة وعليه نوقع تزلقيسية عمان الميادين أمريكا تستعد لتغيير المعادلة النفطية العالمية الاستغناء عن دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط واحتلال المرتبة الأولى عالميا بإنتاجه عام 2017 قبل شهر ونصف صدر تقرير وكالة الطاقة الدولية حول إنتاج أمريكا النفطي وموقعها بين مصدري ومنتج النفط تشكيك البعض بصحة ما ذكر أكده الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة مع مجلة التايم الأمريكية أمريكا في طريقها لتخطي السعودية كأكبر منتج للنفط في العالم بحلول العام 2017 وأكبر مصدر للغاز الطبيعي عام 2016 واقع أنتجته التقنيات الجديدة المستخدمة لاستخراج الغاز والنفط الصخري لتصبح أمريكا مصدرا صافيا للطاقة ما سيؤدي إلى تحول في علاقتها مع الشرق الأوسط بحسب الرئيس الأمريكي قبل تأكيد أوباما في مقابلته الصحفية كانت وكالة الطاقة الدولية تكشف عبر تقرير لها أن أمريكا ستؤمن احتياجاتها النفطية خلال عشر سنوات لتصبح لأول مرة في تاريخها مكتفية ذاتيا في مجال الطاقة لا شك أن العالم سيشهد تحولا في إنتاج الطاقة وستكون أمريكا الشمالية في طليعة هذا التحول الكاسح في إنتاج النفط والغاز بحسب وكالة الطاقة الدولية إنتاج سيترفق مع زيادة في الأسعار نتيجة زيادة الطلب العالمي في الأسواق النشئة ما سيحقق لأمريكا سيولة نقدية كبيرة نتيجة بيع نفطها وتصديره محللون يرون في تصريحة أوباما استهلاكا إعلاميا ولسيما أنه ليس بمقدورها الاستغناء عن النفط المستورد سواء من منطقة الشرق الأوسط أو بقية دول العالم ولسيما أن بلاد العم سام تستهلك نحو 19 مليون برميل يوميا فيما انتاجها من النفط والغاز السائل لا يتجاوز 6 ملايين و 500 ألف برميل لذا فهي بحاجة لزيادة إنتاجها إلى ثلاثة أضعاف لتقطية الاستهلاك المحلي اليوميا تسعى تركيا إلى تمديد عقدها مع الجزائر لشراء 4 مليارات و 400 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا وزير الطاقة التركي تانا ريالدز قال أن العقد الحالي ينتهي أجله في 2014 وأن الجانبين اتفقوا على مشتريات فورية تبلغ مليارين و 500 مليون متر مكعب العام المقبل وكانت تركيا قد طلبت أيضا شراء 6 مليارات متر مكعب من الولايات المتحدة لكنها لن تحصل على هذه المشتريات قبل ثلاثة أعوام معنويات المستهلكين الأوروبيين تتراجع ولسيما في بريطانيا وألمانيا برغم اقتراب عدي الميلاد ورأس السنة في ألمانيا وصلت معنويات المستهلكين إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام بسبب تزايد القلق بشأن تأثير أزمة ديون منطقة اليورو وأظهرت المؤشرات تراجعا بنسبة 20% أما في بريطانيا فتراجعت أربعة مؤشرات فرعية من أصل خمسة تستخدم لقياس ثقة المستهلك استبعد رئيس مجلس وزراء المال في يوروب جروب جان كلود يونكر اللجوء إلى شطب بعض الديون لمساعدة قبرص واعتبر أن هذه الألية ليست أولوية أما بالنسبة إلى كيفية مساعدة قبرص فأعرب ينكر عن أمله في انتهاء وضع خطة إنقاذ بحلول نهاية كانون الثاني يناير علما أن وكالة ستاندر أند بورز للتصنيف الإتماني خفضت تصنيفها للديون السيادية القبرصية درجتين وذلك للمرة الثالثة منذ شهر أب أغسطس الماضي عادت معدلات النمو في بريطانيا لمستوياتها المنخفضة بعد انتهاء مفعول التحسن المدفوع بالاستهلاك المرتبط بدورة الألعاب الأولمبية التي نظمتها لندن الصيف الماضي وتدهورت المالية العامة في تشرين الثاني نوفمبر بالمقارنة مع العام الماضي ما يضع المزيد من الضغوط على الحكومة التي تعهدت بخفض العجز ارتفى عدد المشردين في شوارع لندن بنسبة 43% خلال العام المنصرم وذلك بسبب الرقود الاقتصادي المستمر في البلاد وطبقا لإحصاءات وضعتها جمعيات خيرية وسلطات محلية بات نحو 6000 شخص في العراء في لندن خلال عامي 2011-2012 مقارنة بنحو 3900 عام 2010 تراجع المدخيل في باكستان حرم المواطن الباكستاني القدرة على شراء الملابس الشتوية على اعتاب فصل يبدو أنه الأشد ساقيعا منذ عقود البعض وجد ضلته في أسواق الملابس المستعملة أو ما بات يعرف بلانتا بازار مع التدن المستمر لقيمة الروبية الباكستانية وزيادة الضرائب الحكومية تزايد الأقبال على هذه الأسواق وانتشرت في مختلف المدن من إسلام أباد بكر يونس وهذا التقرير سوء العوضاع الاقتصادية التي يعيش المواطن الباكستاني أدت إلى نشوء ظاهرة جديدة هي ظاهرة أسواق الملابس المستعملة ظهور هؤلاء الباعات الذين أحملون ملابس مستعملة في مناطق مختلفة من العاصمة إسلام أباد كانت نتيجة حتمية لتدهور الحالة المعيشية فالحصول على الملابس الشتوية بات خارج إمكاناتهم فكانت أسواق الملابس المستعملة أو لندا بزار الحل الأمثل وهذه الأسواق ليست حكرا على مدينة أو منطقة بعينها بل انتشرت في المدن الباكستانية بما فيها العاصمة إسلام أباد في المحال الأخرى الأسعار تفوق طاقتنا والغلاء أصبح فاحشا ودخلنا بات أقل بكثير فنأتي إلى هنا لنحصل على ما يلزمنا في فصل الشتاء هذه الملابس التي كانت حكرا على أثرياء اليابان والولايات المتحدة والصين وروسيا باتت اليوم في باكستان حلا لمشكلة الفقراء ومتوسط الحال لكن دون هذا الحل مصاعب محلية أيضا الضرائب الحكومية ارتفعت من 11 إلى 33% والناس إقبالهم كبير هنا وذلك بسبب الغلاء المتزايد في المحال التجارية والملابس هنا تحمل جودة عالية تفيد المستهلكين إذن الصوبات المتتالية التي ترسمت صورة معاناة المواطن الباكستاني والمتمثلة في رفع الضربة غير مباشرة على الحاجات الأساسية إضافة إلى تضخم المستمر وتراجع قيمة الروية الباكستانية أمور أصبحت فوق تحمل المواطنين ولا سيما ذو الدخل المتوسط من إسلام أباد باكر يونس الميادين من بلندة بازار في باكستان إلى ختام الاقتصادية المفصلة لمزيد من المتابع عبر تويتر الميادين نيوز وموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الميادين دوت تيفي والموقع الإلكتروني الميادين دوت نت نكشر لكم حسن المتابعة إلى اللقاء موسيقى